وعلى الرغم من موازنة اليابان القياسية إلا أنه من المطاقة أن تطيح الصين بها من مركزها كثاني أكبر اقتصاد عالمي في وقت أقرب مما هو مطاقة وذلك في ظل تعديل بكين لنتائج النمو العام 2008 بصورة متزايدة وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن نتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2008 شهد نموا بمقدار 9.6% أي بزيادة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة وأظهرت البيانات الجديدة أن الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2008 وصل إلى 4.6 تريليون دولار وتتوقع الصين تحقيق نمو في الناتج المحلي المالي للعام الحالي والعام المقبل بنسبة 8% على الأقل